الناس اللي هي بتسبب الضرر للناس اللي بتعيش معاها يأسموا شرعاً يعني بمعنى هي يعني هما بيجيبوا الكلاب دي يربوها والتربية دي يترتب عليها مثلاً ان الكلب يعتدي على طفل مار في الشارع ان الكلب يؤذي الجيران كل ده غير جائز شرعاً نقول لهم كده اللي انتو بتعملوه حرام شرعاً ليه حرام شرعاً؟ لان ده فيه إيداء وفيه ضرر للناس اللي عايش معاك في نفس المكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار القاعدة الفقهية تقول الضرر يزال يعني تعمل ايه عشان تزيل هذا الضرر بلغ يا أستاذ أحمد الجهات المختصة في دلوقتي جهات مختصة بتقوم بحل هذه الأمور يعني حضرتك شوف الجهة في المكان اللي حضرك فيه وحضرك بتقول انك من سهاج بلغهم يا جماعة أنا في المنطقة الفلانية في كلاب ضالة بتعتدي على المارة بتعتدي على الأطفال حيحصل تدخل منيهم وتتحل المشكلة بكل سهولة